بنادي الأهل بالتأكيد قبل 24 ساعة مواجهة الجماهير عندها أسئلة كتيرة جداً وعايز تطمن على الفريق لكن باختصار شديد أهم اللي لفت نظركم في مؤتمر الصحفي لمارسل كولر وأهم تصريحاته يعني يمكن أنا عجبني جداً الثقة الكبيرة اللي بتكلم بيها مارسل كولر الهدوء اللي بيتمتع بيه في المؤتمر الصحفي اتكلم عن أبرز النقاط الهامة طبعاً بدأ بنقطة الجمهور وده زكاء كبير جداً أنه هو بيحط الجمهور أمام مسؤولية كبيرة بكرة أن انت عليك دافع وبتحمس اللاعبين في أرض الملعب وقالك احنا بنستمد قوتنا من شعار النصر شعار النادي الأهلي لازم يكون عند رؤية ولازم يكون وثق في نفسه ولازم يكون هادي ولازم يكون زكي كل دي كلام ورسائل كبيرة جداً في معناها بتوصل أعتقد للعيبة كمان نتكلم عن نقطة الفار وأنا أعتقد أن أي حكم في الوقت الحالي لا يلجأ للفار أو يرفض الاستجابة لانداءات الفار فهو حكم عنده غرض وده اللي احنا شفناه في مبارات الذهاب نتمنى أن بكرة ما يتقررش نفس السيناريو مرة أخرى أخيراً طبعاً موضوع إمام عشور أنا شاف أنه هو اتكلم عنه كويس جداً أثنى على اللاعب وقال أنه هو الاستمرار للإصابة كانت نتيجة أن اللاعب بيتحامل على نفسه علشان يشارك في التمرين ويعود للمشاركة واتكلم أنه كان فيه اتفاق بين الاثنين وده الصورة الصحيحة أو الشكل الصحيح اللي كان يجب أن يكون عليه الإعلام في الفترة الأخيرة موجودة لدرجة أن أحد الإعلاميين قال حكى حوار وقال أن الحوار ده كان بين إمام وبين المدرب على انفراض طب أنت سمعته فين؟ لا أنا أعتقد كولر كسب الناس كلها كسب إمام عشور واحتول الكلام عنه وقفل الكلام تماماً كسب الجمهور وطبعاً أعطى رسائل زي ما قلنا للعبين أن بكرة إن شاء الله مباراة النادي الأهلي طيب سيبك من الإعلام وسيبك من الإشاعات والتنجيم وحالة الهزي اللي حصلة عندنا من بعد ما المطش بتاع أبريتوريا انتهى خلينا أكلمك في جمهور الأهلي جمهور الأهلي بنزلل الباب ما تقفلش الباب يتقفل بعد صفارة الحاكم بكرة ليه؟ إن فيه باب تفتح خلينا نتكلم بمنطقة صراحة وإحنا رحينا على مطش بكرة كولر من أول ما مسك يا مصطفى الأهلي والجمهور يعرف يعني جمهورنا دي الأهلي صعب تفتح قلبها